التقى وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في جونيفا وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تتناوله اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم الفين مائتين واربعة وخمسين كما جدد الشكر التأكيد على أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة ومن جانبه أعرب بيدرسون عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة مجددا تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حل حلة الأزمة السورية شكرا